ابتدأ سبحانه بذكر الحمد لنفسه لأنه أنزل على عبده محمد أفضل رسوله أنزل عليه أفضل كتبه وهو القرآن وجعله معتدلاً لا اختلال فيه ولا اختلاف وهو في أعلى المعاني وأجل المباني القيم هنا هو المتولي للأمور المهتم بالشؤون الذي ينظم شؤون الخلق ويعرف أمراضهم ويصف لهم الدواء وهكذا وأيضاً لينذر العصات ويخوفهم بصطوات الله وعذاباته ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجراً ثواباً حسناً وهو الجنة وما فيها مقيمين في ذلك الثواب وهو الجنة أبداً دائماً لا يخرجون يحذر ويخوف من جعل لله ولداً لأن هذا القول افتراء عظيم على الله وتصغير لقدره وجهل بحقيقته وما هو عليه رد سبحانه على من قال اتخذ الله ولداً بأنه قول عار عن الدليل والبرهان بل هو مختلق ابتدعه الآباء وسار عليه الأبناء عظمت هذه الكريمة إثماً ومعصية ما يقولون إلا قولاً كذباً لأن الله منزه عن الصاحبة وعن الولد وعن الشريك يخفف سبحانه عن نبيه الذي كان يشتد أساه على قومه وكيف لم يؤمنوا وينقذوا أنفسهم من النار فيقول له لعلك تهلك نفسك حزناً وأساً في سبيل هدايتهم إلى الإيمان بالقرآن وبما فيه وهو عتاب محبة كل ما على الأرض وما فيها جعلناه زينة لها كي تتراء بأجمل صورة وأبهى حلة من أجل أن نختبركم فيها لنرى الأحسن عملاً كي نعطيه أجره وثوابه ويلاحظ أحسن عملاً أي جودة العمل مع صحته والإخلاص فيه والسعي في سبيل قبوله هذا حكم بزوال هذه الزينة التي يتقاتل عليها الناس وأنه سبحانه سيجعلها هباءً ويحول وجه هذه الأرض جرداء قاحلة منقطعة عن كل خير هذه عنوين قصة أصحاب الكهف تبدأ برفع العجب منها وأنها ليست الوحيدة التي تجعل الإنسان يتعجب بل الحياة بكل ما فيها مثار للعجب وما هذه المدة التي قضاها هؤلاء الفتية أصحاب الكهف في النوم إلا كالدنيا التي تمر بسرعة والأرجح أن أصحاب الكهف والرقيم شيء واحد وقصتهم واحدة فلنومهم في الكهف سموا أصحاب الكهف وسموا أصحاب الرقيم لأن أسماءهم رقمت كتبت على ألواح فوق رؤوسهم هذه بداية القصة فهؤلاء شباب في مقتبل العمر اختلفوا مع قومهم في العقيدة ولم يقدروا على تغيير مجتمعهم إلى عقيدة الإيمان وخافوا على أنفسهم من القتل أو الردة فالتجأوا إلى الكهف وقالوا وهم في دعائهم إلى الله ربنا أعطنا من عندك رحمة وهي كل أمر فيه خير وصلاح كما طلبوا من الله أن يهيئ لهم سبيلا للخروج مما هم فيه من معاناة وضيق وعسر الضرب على الآذان كناية عن أنه سبحانه أنامهم في الكهف سنين معدودة سيأتي عددها بعد تلك المنامة من السنين المعدودة أيقظهم الله عندما استيقظوا اختلفوا فيما بينهم كم هي المدة التي قضوها نياما وذلك ليظهر سبحانه علمه ويكشفه لهم أي الجماعتين منهم كانت أدق حسابا للمدة التي ناموها في الكهف أخذ سبحانه على نفسه أن يقص على رسوله خبر أصحاب الكهف على وجه الصدق الذي ينطق بالحق إنهم فتية شباب في مقتبل العمر آمنوا بربهم بالله الخالق وأمدهم الله بأبواب الهدى حيث فتح قلوبهم على التفكر في مخلوقات الله التي تكسب الإنسان بصيرة بخالقها وقدرته وعلمه وحكمته شددنا على قلوبهم بالصبر والإيمان والثبات فما كان منهم إلا أنهم وقفوا أمام مجتمعهم وعلى رأسهم الحاكم الجبار وأعلنوا أن ربنا هو رب السماوات والأرض وهو وحده الإله ولن ندعو معه إلها آخر أبدا ولتأكيد ذلك قالوا إنا إذا دعونا غيره إلها يكون قولنا قول جائر غير موافق للحق فيه تجاوز للحقيقة وفيه بعد عن الصواب بمسافات كبيرة هذا ازدراء بقومهم وبيان لواقعهم وإنكار عليهم كيف يتخذون من دون الله آلهة يعبدونها ثم لبيان خطأ قومهم قالوا لو كانت عبادتهم لغير الله صحيحة فليأتوا بحجج وأدلة تثبت ذلك وتكون هذه الأدلة واضحة ثم قالوا ليس هناك أظلم ممن نسب إلى الله شركاء كذبا منه وزورا أخذ هؤلاء الشباب الفتية قرارا أن يعتزلوا قومهم وما يعبدون إلا الله اعتزلوا قومكم مكانا وعقيدة فالتجئوا إلى الكحف لأنه المكان المناسب الذي يؤدون واجباتهم فيه بعيدا عن المطاردة وقد اطمأنوا أنهم بهذا العمل سيبسط الله رحمته عليهم وينشر عليهم من عطاياه ويجعل لهم حلا لمأزقهم الشديد برفق ولطف وعناية منه تطوى هنا فصول من قصة هؤلاء الفتية لعدم الفائدة من ذكرها وتذكر القصة كيف أنهم التجأوا إلى الكهف وناموا فيه ولو تسنى لك أن ترى الشمس عندما تخرج صباحا لرأيت منظرا جميلا ورائعا حيث تميل عنهم فلا تصيبهم حرارتها فتتغير أبدانهم وألوانهم إنها شمس تميل عن الكهف إلى جهة اليمين بعيدا عنهم حتى لا تؤذيهم وإذا غربت تتجاوز عنهم إلى جهة الشمال وهم في وسط الكهف ثم ينبه سبحانه إلى أن عنايته بهم آية من آيات الله العظيمة الدالة على قدرته وعنايته بهم فمن يهدي الله كأهل الكهف فهو المهتدي حيث كشفوا الغطاء عن قلوبهم فسددهم الله وهداهم وفي المقابل من يخدله الله ويتخلى عنه ويمنع ألطافه عنه فلن تجد له ناصرا ومعينا يرشده إلى الخير أو يدله عليه هذه صورتهم وهم في الكهف فإن الناظر إليهم يتخيل أنهم أيقاضا ليسوا نياما لشكلهم إما لأن أعينهم مفتوحة وإما لأنهم يتقلبون بينما هم في الحقيقة نيام ومن عظيم قدرته أنه يحركهم تارة إلى جانبهم الأيمن وأخرى إلى الأيسر لألا تأكل الأرض أجسامهم ومن عجائب ما ترى أنك ترى كلبهم الذي التحق بهم قد رابط في مدخل الكهف ومد يديه واسترسل معهم في نوم عميق ولو تسنت لك رؤيتهم بتفاصيلها لخرجت هاربا منهم موليا الدبر ولعشت حالة من الخوف الشديد كما أنمناهم كذلك أيقضناهم من نومهم ولما استيقظوا أخذ بعضهم يسأل بعضا وبصيغة الاستفهام الحقيقي فقال أحدهم كم كانت مدة نومنا وكم امتدت هذه الرقدة قالوا ربما نمنا يوما وقد نكون نمنا بعض يوم ولما لم يتضح لهم الأمر جيدا قالوا ربكم أعلم بهذه المدة التي نمتم فيها وعلى كل حال لابد من طعام نتناوله لنبقى في قوتنا وعزيمتنا ولذا قرروا أن يبعثوا واحدا منهم بما لديهم من مال ورقكم وهو المال الذي معهم عندما خرجوا من المدينة واعتزلوا قومهم في الكهف وأمروا ذلك الشخص أن ينزل إلى المدينة التي غادروها قبل الاعتزال وليقصد أجود الطعام الطيب ويأتكم به قوتا لكم تتناولونه غذاء لكم ثم أمر من يخرج لشراء الطعام أن تكون معاملته بلطف ورقة وليتكلف ذلك لألا تقع مشكلة تعكر عليه وعلى رفاقه غايتهم وأهدافهم كما أنهم أوصوه أن يخفي عن أهل المدينة كل إشارة يمكن أن تكشفهم وتفضح أمرهم إنهم يخافون إن اكتشف أمرهم أمام قومهم أن يكونوا أمام أحد محذورين أحلاهما مر إن قومنا إن اطلعوا علينا وعرفونا فهم إما أن يرجمون بالحجارة حتى الموت يبدو أن القصاص بالرجم كان قديما أو يرجعون إلى دينهم الوثني وما هم عليه من عقائد فاسدة وإن دخلتم في ملتهم ملة الكفر لن تنجحوا أبدا في الدنيا ولا في الآخرة ولن تفوزوا بخير مطلق هذا الفصل يتناول انكشاف أمر أهل الكهف لأهل ملتهم فكما أنمناهم في الكهف كذلك أطلعنا الناس على حالهم وكشفناها لهم وهنا فصول مهملة من القصة وهي أن بعضهم ذهب إلى السوق ولما أراد أن يدفع ثمن ما اشتراه ظهر أمره والعبرة أن ما مر على هؤلاء الفتية من رقاد طويل ثم إعادتهم إلى الحياة هذا يضع بين أيدي الناس حقيقة أن الله وعد بإعادة الناس بعد الموت ولا فرق بين الحالتين وقدرته مطلقة فإن يوم القيامة أمر متحقق لا بد منه ولا شك يعتريه ولما انكشف أمرهم اختلف الناس فيما بينهم فقال بعضهم بعد أن نظروا إليهم ووجدوهم قد ماتوا قالوا ابنوا عليهم يعني سدوا عليهم أبواب الكهف وربهم أعلموا بقصتهم ولكن من كان لهم القرار قالوا ابنوا عليهم مسجدا وهكذا كان بيّن سبحانه اختلاف الناس في عدد أهل الكهف سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون ثانيا خمسة سادسهم كلبهم وبين سبحانه فسادها بين القولين بقوله رجما بالغيب أي قول بدون علم وإنما بالظنون كمن يرمي ما هو غائب عنه فلا يدري هل أصابه أم لا ومرة ثالثة يقولون سبعة وثامنهم كلبهم وعقب سبحانه بأمر لنبيه أن يقول للناس إن الأمر إلى الله هو يعلم عددهم ما يعلمهم إلا قليل من الناس وهم النبي والأئمة ثم نهى سبحانه نبيه أن يجادل في شأن أهل الكهف أو يحاور غيره فيهم ولكن يقتصر في نقل ما قصه القرآن فحسب ولا تسأل أحدا عن شأن أهل الكهف مما يريد مخاصمتك فإن فيما أخبرك الله بشأنهم كفاية هذا تعليم وإرشاد من الله للنبي صلى الله عليه وآله وسلم ولنا ولكل الناس أنهم إذا عزموا على فعل من الأفعال ألا يقولوا إنا فاعلوه غدا على نحو القطع بل يستثنوا مشيئة الله أي يقولوا إنا فاعلون ذلك إن شاء الله وهذه الآية تحدد صلة الفعل بالله ومدى صلة هذا الإنسان بالفعل يعني قل أفعل الشيء الفلاني غدا إن شاء الله وإذا نسي الإنسان استثناء مشيئة الله فليذكر هذا الاستثناء متلتفت إلى نفسه واسترجع ما تكلم به حتى تبقى النفس مستحضرة جلال الله وقدرته وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا أمر الله نبيه أن يتوجه إليه سبحانه بعين العطف ويأقذ بيده ألا يتعرض لنسيان يغفل فيه عن ذكر مشيئة الله أن يرجو ربه أن يوفقه لعدم النسيان حتى لا يتدارك ذلك بالمشيئة يذكر سبحانه أن ما نامه أهل الكهف بلغ 309 سنين وهذا تفسير لقوله فيما تقدم فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا هذا رد على من ادعى أنهم ناموا في الكهف غير ما ذكره الله رد عليهم بأن الله أعلم وقوله الحق والصدف ودليل ذلك أن الله له غيب السماوات والأرض هو سبحانه يعلم ما غاب وخفي في السماوات أو في الأرض ومن كان يعلم ذلك يعلم عدد أهل الكهف ويعلم مدة نومهم في ذلك الكهف أبصر به وأسمع هذا أسلوب بلاغي في التعجب وهو تعجب من قوة بصر الله وسمعه وأنه الكامل في سمع الأشياء وفي رؤيتها وليس هناك من أحد يتولى شؤون الناس وتدبير أمورهم بل الله وحده هو المتفرد في تدبير الأمور وتنظيمها وليس معه شريك ليساعده أو يعاونه لأنه الغني المطلق والقادر المطلق الذي لا يعجزه شيء حتى يحتاج إلى معين هذا تثبيت للنبي صلى الله عليه وآله وسلم وتأييد له بأن يقرأ كتاب الله الذي أنزله على قلبه وحيا من عنده ولا يلتفت إلى أقوال الناس فإن كلمات الله ثابتة نافذة ولا يمكن لأحد أن يغيرها أو يبدلها إلا هو سبحانه وتعالى ولن تجد من دونه ملتحدا ولن تجد غير الله لك ملجأا يعني إذا داهمتك الدواهي ونزلت بك النوازل فليس لك أحد يرفعها عنك إلا الله فهو وحده الذي يكفيك ويرفع عنك كل ضر روي في سبب نزول هذه الآية أن بعض المؤلفة قلوبهم جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقالوا له إن جلست في صدر المجلس ونحيت عنا هؤلاء يشيرون إلى بعض الصحابة الضعفاء جلسنا نحن إليك وأخذنا عنك فنزلت الآية فقام النبي صلى الله عليه وآله وسلم يلتمس المسلمين فأصابهم في مؤخر المسجد يذكرون الله فقال الحمد لله الذي لم يمتني حتى أمرني في أن أصبر نفسي مع رجال من أمتي معكم المحيا ومعكم الممات الآية تأمر نبيه وتوصيه أن يكون مع الفقراء المؤمنين الذين حولوا حياتهم إلى حياة خالصة لله ولوجهه ولا تحول نظرك عنهم وتهتم بأهل الدنيا ولا تنقد إلى من نسي الله وانقطع عنه واتبع هواه وكان أمره وما هو عليه سفها وضياعا ودمارا انطق يا محمد بكلمة الحق كما أراد الله ولا تخشى أحدا فمن شاء فليؤمن باختياره ويتحمل مسؤوليته ومن شاء فليكفر الأمر للتهديد ومن اختار الكفرة فقد دخل في الظالمين وإنا هيئنا للظالمين نارا محيطة بهم إحاطة السرادق الخيمة بمن تحتها وإن يطلبوا ما أن يطفئوا غدي لهم يغاثوا يعانوا بماء كالمهل وهو مادة مثل المعادن السائلة المذابة أو دردي الزيت المغلي وبمجرد أنه يريد شربه ويقربه من فمه فإنه ينضج الوجوه ويشويها ثم تعظيما لذلك الشراب وشدة عذابه قال بئس الشراب هذا الشراب الذي يكون أثره هذا الأثر الأليم وبئس المرتفق المتكأ في جهنم أي عمل صالح من المؤمنين يحفظ لهم ثوابه وأجره ويعطونه يوم استحقاقه دون أن ينقص منه درة واحدة فمن أحسن العمل حفظ له أجره هذا حظ الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم بساتين وحدائق يقيمون فيها أبدا وهذه الحدائق فيها أنهار تجري من تحتها وأما حلية هؤلاء المؤمنين فهي أسورة من ذهب وأما لباسهم فيها فلونه أخضر يرمز إلى الحياة والتجدد وأما مادة الثياب فحرير بنوعيه ناعم سندس وخشن وهو الاستبرق متكئين فيها على الأرائك إنهم في الجنة في جلسة أنس متكئين كما هو حال أهل النعيم نعم الجزاء الجنة وما فيها وحسنت متكأا يستريح فيها المتقون أمر الله نبيه أن يضرب لهؤلاء المغرورين بالدنيا الذين أغشيت أعينهم أمر الله نبيه أن يضرب لهم مثلا رجلين رجل كافر ومغرور أعطاه الله جنتين بساتين من أشجار العنب الكروم التي تثمر العنب وأحيطت وحففناهما هاتين الجنتين بأشجار النخيل فأصبحت كالسياج الطبيعي المضروب على الحديقتين ثم زيادة على ذلك جعل سبحانه بين الجنتين فيهما زرعا ينبط القمح والغلال وما يقتات به الناس وكلت الجنتين أعطتا ثمارهما كاملة دون نقص يعني كانت مواسم خصب ووفرة في الخيرات ثم زيادة في اكتمال الصورة والعناية بهاتين الجنتين أنه جعل بينهما نهرا تجري فيه الماء فتسقي الأشجار وتطفي جمالا إلى الجمال هذا الرجل كان له ثمر آخر أموال أخرى غير الجنتين فهو متمول كبير أو يعود ضمير إلى النخيل المتقدم ويكون ثمر النخيل جاهزا وهذا الرجل المالك لهاتين الجنتين لم يملك الإيمان والمعرفة بالله حتى يؤدي شكره عليهما ولذا وقف مع زميل له بتجبر وتكبر وأخذ يفتخر عليه قائلا له أنا أكثر من كمالا وأعز نفرا يعتز بخدمه وحشمه أو أولاده أو عشيرته إنه الصلف والغرور وراء كل هذه المباهات وهذا الفخر أفرد الجنة مع أنهما اثنتان إما لأنه اختار أحسنهما وإما لأنهما متصلتان فكأنهما جنة واحدة وعلى كل حال دخل هذا الظالم جنته وذهب به ظنه إلى القول إن هذه الجنة لا يمكن أن تهلك أو يصيبها آفة تقضي عليها وهذا ظن أسوأ من الأول ينكر فيه هذا الإنسان الآخرة يوم القيامة ولا حساب ولا عقاب ثم ازداد تعنتا فقال وإذا كان هناك آخرة ورجعت إلى ربي على تقدير ذلك لأجدن أفضل من هذه الجنة عند الرجوع إلى الله غباء منه أن الله قد أعطاه في الدنيا لكرامته عنده وسيعطيه في الآخرة ناسيا أو جاهلا أن هذا العطاء كان امتحانا له وقد سقط فيه ورسب عندما سمع صديقه هذا الكلام عز عليه أن يغتر صديقه ويكفر بملء فمه ولذا وجه إليه توبيخا وبصيغة الاستفهام قال له أكفرت بالذي خلقك من تراب حيث كان تكوين آدم عليه السلام من التراب ونحن منه أو أن النطفة أخذت غذاءها من التراب وهي متكونة منه وعلى كل حال ذكره بأصله الوضيع حتى صار رجلا ويعتز بماله تارك الرب أرد صاحب المؤمن أن يكشف عن هويته الإيمانية فأعلن أنه لن يكون مثله أصل لكن لكن أنا حذفت الهمزة وألقيت حركتها على نحوي لكن فتلاقت النونان فكان الإضغام والتقدير ولكن أنا أقول هو الله الذي خلقني ورباني ولا أشرك بربي أحدا وإعادة ربي ليؤكد له هذه الخصوصية الإيمانية لولا حرف تحضيض ويراد به التوبيخ أي كان من حقك عندما دخلت جنتك أن تقول ما شاء الله إن شاء أبقاها وإن شاء أبادها والأمر إليه ولا قوة إلا به ومنه ثم قال له إن ترني أنا كما قلت أنت أقل منك مالا وولدا فالله قادر أن يعطيني أكثر منك إن كنت أنا أقل منك مالا وولدا فعسى طمع بالله ربي وخالقي أن يعطيني خيرا من جنتك وأفضل منها والله تعالى أيضا هو القادر على أن يبعث على جنتك عذابا محسوبا بدقة وموقتا من السماء نارا صاعقة فتصبح أرضا جرداء بلقعا لا تنبت زرعا أو شجرا بل لا تثبت عليها الأقدام فهي معطلة من كل نفع أو فائدة هذا توقع آخر يتوقعه العبد الصالح وهو أن يصاب ذلك النهر الجاري بآفة تذهب به في الأرض بحيث لو أراد وحاول بجهده أن يعيد تلك المياه ما قدر على ذلك ما توقعه العبد المؤمن في حق ما يمتلكه صديقه الكافر جاء صادقا وواقعا فقد هلكت الجنة وفقد صاحبها جميع أمواله وأصبح نادما على ما بذله من جهد وتعب وأموال لعمارة تلك الجنة التي افتخر فيها واعتز بثمرها لقد هلكت وسقطت كرومها على الأرض محترقة وعندها انتبه لهذه الصدمة وقال يا ليتني لم أشرك بربي أحدا فقد أدرك مكان الخطر ومكمن الداء حيث استيقظت الفطرة وأعلنت بصراحة عن أساس الوجود وهو الله تعالى وعدم الشرك بالله فقد الأنصار والأعوان وعجزوا عن الانتصار له أو دفع أي آفة نازلة بهذه الأموال كما أنه بنفسه لم يكن يقدر على دفع ما أنزله الله به هناك إشارة إلى حال وقوع النقمة وأنه سبحانه وحده الناصر والمعين والله سبحانه أيضا هو خير ثوابا وأجرا وخير عاقبة لمن رجاه واعتمد عليه أمر الله نبيه أن يضرب مثلا للدنيا لهؤلاء المعجبين بها والمثل أن الدنيا كماء أنزله الله من السماء فسقط على الأرض التي تولى أصحابها بذر مزرعاتهم فيها وعندما نزل الماء على الأرض تحركت البذور ونمت وارتفع سوقها ثم دب فيها الجفاف واليباس وتكسر وتحطم وأخذت الرياح تتلاعب فيه وكان الله على كل شيء مقتدرا والله كامل القدرة وقدرته مطلقة في الأشياء لا يحدها شيء الأموال والأولاد يتزين بهما الإنسان في الحياة الدنيا ولكن لا بقاء لهما ولا دوام بل كل منهما إلى زوال وفناء وقد يكون ذكرهما ردا على من افتخر بهما ثم بيّن سبحانه ما يجب أن يطمح إليه نظر المؤمن العاقل يجب أن يتطلع المؤمن إلى ما يبقي أجره وثوابه وينفعه في الآخرة وهي الأعمال الصالحة وهي خير عند الله أجرا كما أن ما يأمله عاملها سيحصل عليه هذا مشهد من مشاهد يوم القيامة يذكر الله به عباده حتى يتأهب له ويستعد أذكر يوم يحرك الله الجبال العظيمة من مواقعها ويزيلها عن أماكنها ويجعلها تسير في الهواء كما يشاء واذكر يوم ترى الأرض بارزة أي ظاهرة مكشوفة فيرى الرأي كل ما يحشر فيها من الناس وبعدها يجمع الله الناس قاطبة ولا يترك منهم أحدا إلا ويحشر في هذه الساحة العامة أحضروا جميعا على شكل صفوف لقد جاءوا كما ولدوا من بطون أمهاتهم حفاتا عراتا قد تخلوا عن أموالهم وأولادهم وممتلكاتهم ثم وجه سبحانه خطابه إلى منكري البعث بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا توبيخ وتقريع لهؤلاء الذين كانوا ينكرون يوم القيامة ويكفرون بيوم الحساب ويقولون لن يجعل الله يوما يحاسب فيه الناس استحضرت ملفات الأعمال وجيء بصحائف الأعمال وحمل كل واحد نتائج أعماله وهنا ترى المجرمين المذنبين العاصين يخافون مما في كتابهم ويقولون يَا وَيْلَنَا يَا هَلَكَنَا احضر حتى لا نؤخذ بما فيه وهذا الكتاب فيه كل الأعمال بحيث لم يسقط منها ولا عمل واحد فالصغير من الأعمال والكبير منها كله مضبوط معدود محسوب والاستفهام في قوله تعالى ما لهذا الكتاب للتعجب وجد الناس أعمالهم حاضرة إما متجسدة أمامهم أو موجودة في كتبهم ويأخذ كل واحد جزاءه ولا يظلم ربك أحدا لا يزاد في الأعمال ولا ينقص منها ويعطي سبحانه لكل ذي حق حقه واذكر إذ قلنا أمرا منا للملائكة أسجدوا لآدم فسجدوا امتتالا لأمر الله إلا ما كان من إبليس فإنه خرج عن أمر الله وتمرد عليه وعصى ولم يسجد ثم وجه سبحانه خطابه إلى العصات المتمردين وباستفهام فيه إنكار قال لهم كيف تتخذون إبليس وذريته أولياء تستمعون إليهم وتطيعونهم من دوني وهم لكم أعداء يحاربونكم ويريدون إضلالكم بئس مختار الظالمون حيث اختاروا إبليس وأطاعوه بدلا عن طاعة الله وامتثال أمره ما أحضرت إبليس وذريته حينما خلقت السماوات والأرض كي تقول إنهم يملكون علم هذه المخلوقات كما لم أحضر بعضهم حينما خلقت البعض الآخر للاستعانة بهم وهذا يدل على أنه سبحانه مستغنم بقدرته المطلقة وعلمه وحكمته عن إبليس وذريته والخلق أجمعين وما كنت متخذ المضلين عضدا نفى سبحانه عن ساحته أن يكون بحاجة إلى معين من المضلين لعباده وكيف يتخذ معينا ضد إرادته ومشيئته والآية تنفي عنه الحاجة مطلقا إلى غيره لغناه وقدرته وذكره المضلين من الشياطين فلأنهم في معرض الحديث وهم المقصودون هنا واذكروا يوم يقول الله لهؤلاء الناس الذين عبدوا إبليس وذريته وأطاعوهم يقول أطلبوا المعونة من شركاء الذين زعمتم أنهم ليسوا فدعوهم ونادوهم واستصرخوهم فلم يلبوا نداءهم ولم يستجيبوا لصراخهم واجعلنا بين العابدين والمعبودين مكانا مهلكا وهو النار برزت النار أمام العصات الكفرة وأيقنوا أنهم داخلوها وصالوا حرها ولم يكن لهم محل غيرها ينصرفون إليه يعني أنها ملازمة لهم لا تتركهم يخرجون منها أبدا يقسم سبحانه أنه أوضح وكرر للناس أنواع الأمثال وأصنافها مما يقربهم من الله ويبعدهم عن الشيطان فضرب الأمثال للدنيا والآخرة وللشرك والتوحيد وهكذا ولكن هذا الإنسان كان الأكثر جدلا فهو لا يثبت على رأي ولا يعتمد على قول بل يتقلب ويطير ولا يحط وهكذا يتعصب ويماري إن الناس ما منعهم عن الإيمان بعد مجيء الرسول والقرآن واستغفار ربهم إلا انتظارهم الأخذ فجأة كما أخذ الأولون أو يأتيهم العذاب عيانا ومشاهدة يرونه أمامهم كما وقع لهم يوم بدر يعني قامت الحجة عليهم فإذا لم يؤمنوا ويستغفروا سوف ينزلوا بهم العذاب هذه تسلية لرسول الله وبيان أن المرسلين يبعثهم الله لكي يبشر المؤمنين الصالحين بجنات النعيم وينذر العاصين بالعقاب الأليم وليس مهمتهم أن يحملوا الناس على الإيمان بالقوة أو ينزلوا بهم العذاب ثم يذكر سبحانه طريقة شائنة يسدكها الذين كفروا حيث ينازعون الحق ويدفعون بالشبهات الباطلة من أجل إسقاط هذا الحق وتدميره وإيضا من طرق الكفار أنهم كانوا يستهزئون بآيات الله النازلة وبما أنذروا به دون أن يواجه الأمور بالفكر والعقل لأحد أظلم ممن تليت عليه آيات الله بما تحمل من صدق فتركها جانبا وأعرض عنها وغفل عن نفسه وعما هو فيه من كفر وعما يعمله من سيئات تتبع الكفر وتتولد منه وهذا الإعراض والنسيان هو ما جعله الله على قلوبهم من أغشية ففقدت الفهم والوعية ومنعتهم من التدبر وفهم القرآن وفي آذانهم وقرا جعلت آذانهم معطلة عن الاستماع فلم ينتفعوا بما يسمعون وإذا دعوتهم إلى الهدى إلى الإسلام والإيمان فلن يهتدوا أبدا يعني فقدوا قابلية الهداية فهم سيستمرون على كفرهم وهذه الموانع والحواجز عن الإيمان وليدة تعصبهم وعنادهم وإصرارهم على مواجهة الحق فأضحى ذلك حاجزاً عن الانتفاع بنور القرآن وفهمه ربكم الذي خلقكم هو الغفور لكل الذنوب مهما كانت كبيرة وذو الرحمة الواسعة ومن رحمته أنه لم يعاقب الكفار بمجرد أي عصوح بل يتركهم ويمهلهم لعلهم يتوبون ويرجعون وليس معنى عدم استعجال أخذهم أنه يهملهم أبدا بل يتركهم إلى موعد ضربه لهم وهو يوم القيامة حيث يتم حسابهم ويعطيهم جزاءهم وليجدوا في ذلك اليوم ملجأاً يلجأون إليه أو منجياً ينجيهم تلك إشارة إلى أخبار الأمم الماضية كعاد وثمود وقوم لوط وأنه أخذهم بالعذاب بسبب ظلمهم حيث كفروا وعندما أراد سبحانه إنزال العذاب بهم عين لهم أوقات محدودة ووضع لنزول العذاب بهم علامات حذرهم بها وهذا تهديد لأهل مكة أن يحذروا عذاب الله هذا فصل من قصة موسى مع معلمه الفذ الذي عنده من العلم ما ليس عند غيره فقد أوحى الله إلى موسى أن هناك عبدا من عبادي يحمل من العلم ما ليس عندك فإذا أردته فاطلبه عند مجمع البحرين وعلامة ذلك أن يحيى الحوت في ذلك المكان واستعد موسى مع فتاه يوشع بن نون وكان وصيه ورفيقه فقد طلب موسى من يوشع أن يهيئ لهما حوتا سمكة يحملانها معهما قد ماتت فإذا عادت إليها الحياة ففي ذلك المكان سيلتقي بالمعلم سار الاثنان وقرر موسى أنه لن يتراجع عن طلبه ولذا قال ليوشع لأزال أسير حتى أصل إلى ملتقى البحرين أو أسير كثيرا حتى أصل إلى أمنيتي وجدا السير فلما وصلا إلى مجمع البحرين نسيا حوتهما عندما استراحا في مجمع البحرين وضع الحوت بكفالة يوشع وكان موسى نائما فعادت الحياة إلى الحوت وقفز في البحر وغاص في أحشائه ولما استيقظ موسى نسي يوشع أن يخبره الخبر فلما تجاوز موسى وفتاه مجمع البحرين التفت موسى إلى فتاه وقال له أعطنا طعامنا لقد وجدنا في السفر تعبا شديدا التفت يوشع إلى موسى وقال له مخبرا ومذكرا أعلمت حينما جلسنا للاستراح فوق الصخرة عند ملتقى البحرين هناك نسيت أن أخبرك بخبر الحوت وقصته وكيف ردت إليه الحياة وكيف قفز في البحر وسبح وهذا النسيان من الشيطان وقد سبح الحوت في البحر وهذه عجيبة حوت ميت تدب فيه الحياة ويقفز إلى الماء ويغوص ويسبح حقا إنه أمر يستحق التعجب منه أعلن موسى ليوشع أن ما أخبرتنا به هو الذي كنا نطلبه ونتوقع حصوله وبه البشرى لإدراك المطلوب فرجعا من حيث أتيا واتبعا نفس الطريق لألا يضل رجع موسى وفتاه إلى ملتقى البحرين وهناك وجدا عبدا صالحا من عباد الله والإضافة إلى الله تشريفية وقد وصفه الله آتيناه رحمة من عندنا وهذه الرحمة قد تكون النبوة وقد يكون أمرا خاصا به وعلمه من عنده علما خاصا لم يدركه أحد حتى موسى إنه علم الواقع يختصه الله به دون خلقه تعرف موسى على العبد الصالح فإنه أمنيته وأنشودته وبعد التعرف عليه طلب منه استأذن منه إذا كان يسمح له أن يتبعه ويسير معه على أن يعلمه مما يعلم من الهدى والخير وهذا الطلب من موسى يشعر بالتواضع وكم يحمل الاستفهام هل أتبعك من قفض الجناح أخبره أنه لي يقدر على الصبر عما يراه منه وهو اعتذار وقد علل ذلك بأنه سيرى أمورا غريبة لم يعرف وجوهها ولم يحط بعلمها ولم يعرف واقعها وهذا سيفقده الصبر ويدعوه إلى الاحتجاج أخذ موسى على نفسه لأستاذه عهدا أنه بمشيئة الله سيجده صابرا يعني سيتذرع بالصبر إن شاء الله وقرن ذلك بأن أوامره عنده نافذة وليعصي له أمرا لم يقل العبد الصالح لموسى اتبعني بل قال فإن اتبعتني فهو يخيره ولكن إن اتبعتني فلا تسألني عن شيء مما يجري معي وأمامي وما ألاقيه حتى أكون المخبر به والمتحدث عنه إنه معلم معتز بعلمه يشترط على نبي الله موسى وهو من أولي العزم هذا الشرطة ويقبل موسى بدون شك انطلق موسى والعبد الصالح وركبا في السفينة وما أن تحركت حتى عمد العبد الصالح إلى خلأي بعض ألواح السفينة خرقها ثقبها وهنا لم يتحمل موسى هذا المشهد والعمل المخيف بل بادر إلى استفهام فيه إنكار أخرقتها لتغرق أهلها هل تريد من وراء ثقبها أن تغرق ركابها وتقضي عليهم لقد أتيت بأمر عظيم لا يحتمل ويلتفت العبد الصالح ويذكر موسى بأنه أخبره سابقا أنه ليستطيع معه صبرا اعتذر موسى بالنسيان الطارئ عليه وكان قد أعطاه عهدا أنه سيصبر فلا يؤاخذه ولا يحمله ما فيه عسر ومشقة عليه وقبل العبد الصالح اعتذار موسى وأكمل المشوار سار موسى والعبد الصالح وفي الطريق وجد غلاما فتى في مقتبل العمر فعمد العبد الصالح إليه فقتله وهنا ثار الثائرة موسى وقال مستهجنا ومتعجبا أقتلت نفسا زكية بغير حق؟ يعني قتلت نفسا طاهرة معصومة عن القتل لم تجني جناية حتى يقتص منها فعمدت إليها فقتلتها لقد جئت حقا بعمل منكر العبد الصالح يذكر موسى أنه في بداية لقائه معه ليتعلم منه قال له إنك لن تقدر على الصبر معي وعما أقوم به أن موسى هنا ينصف أستاذه ويقول إن عدت مرة ثالثة في الاعتراض عليك وعدم الصبر عما تقوم به وسألتك عنه فلك أن تحل صحبتي وتتوقف عن مرافقتي وقد بلغت عندي عذرا مقبولا لا شك دخلا بلدة الناصرة كما قيل وأهلها لآم بخلاء طلبا طعاما يسدى به جوعتهما فأبى أهل تلك القرية أن يقدما لهما ما يقدم للضيوف ولمن ينزل بغيره من الناس ومع الجوع أخذا يتجولان في القرية حتى رأى العبد الصالح جدارا حائطا يكاد يقع ويسقط على الأرض فقام بإصلاحه وعمارته وهنا قام موسى منكرا على العبد الصالح فعله قائلا له لو أخذت منهم أجرا مقابل عمارته وإصلاحه وهنا أمام هذا الحدث الأخير يكون الفراق هذه المحطة وضعت حدا لصحبة العبد الصالح مع موسى فموسى ارتضى الفراق إن اعترض ثالث مرة وقد حصل فأعلن العبد الصالح الفراق ولكن قبل الافتراق أراد أن يبين له أسرار ما قام به حتى لا تبقى الأمور مجهولة وتذهب فيها الأفكار مذاهب شتى أما أسرار السفينة فقد كانت لمساكين فقراء وكان عملهم في البحر ورزقهم منها وقد عبتها وخرقتها لأحفظها لهم لأنها لو بقيت صالحة جديدة من دون عيب لكان الملك ينتظرهم ليستولي عليها ويصادرها لمصالحه إنه ملك ظالم جائر يأخذ كل سفينة جديدة لنفسه ويغتصبها من أصحابها قهرا عنهم هذا سر قتله للغلام لم يكن قتله عبثا ولا تعطشا للدم إنه ولد سوء يمكن أن يحمل والديه المؤمنين على الكفر ويخرجهما عن طاعة الله فالتخلص منه يعود بالفائدة عليهما حينما يعودهما الله عنه بمن هو خير منه طهارة وإيمانا وقرابة رحيمة أما قضية إعادة بناء الجدار أو ترميمه لم يكن من أجل أحسان أهل القرية وهم لآم بل كان من أجل حفظ يتيمين في أموالهما فقد كان في المدينة يتيمان وكان أبوهما صالحا وكان قد وضع كنزا من المال تحت الجدار فإقامة الجدار وإصلاحه من أجل حفظ هذا الكنز حيث أراد ربك أن يبقى الكنز محفوظا حتى يبلغا ويرشدا ويحسنا استعمال المال والمحافظة عليه وعندها يستخرجانه وهذا رحمة من ربك بهما وهو أرحم الراحمين ثم بكلمة مختصرة وما فعلته عن أمري كل حدث مر معك أبدا لم يكن من تلقاء نفسي بل كل ما جرى إنما جرى بقرار إلهي وهذا هو تفسير ما لم تستطع عليه صبرا وما كنت تتور لأجله وتتفهم باستغراب وإنكار فهذا هو وجهه وهذا سره المخفي يتوجه السؤال إلى رسول الله فيه استفهام عن ذي القرنين وهي قصة تتعرض لحركة هذا العبد الصالح الذي يجول بدعوته إلى الله ما بين المشرق والمغرب وقد أمر الله نبيه أن يقول لهم أنه سيقرأ عليهم منه بعض أخباره وما جرى له ومعه هو سبحانه أقدر ذا القرنين وأعطاه السلطة والحكم وجعل له الأسباب التي يحقق عن طريقها كل ما يريد فأتبع طريقا يوصله إلى بلاد المغرب أغذى ذا القرنين السيرة نحو الشرق وبقي يسير حتى وصل إلى البحر وهناك نظر إلى الشمس وهي تغيب فوجدها ظاهرا أنها تغيب في عين سوداء كأنها عين طين أسود إن منظر غياب الشمس من تلك البقعة يوحي بهذه الصورة وإلا فإن الشمس لا تغيب عن الكرة الأرضية وليس هناك عين تستوعبها وعلى كل حال في منتهى تلك الديار وجد قوما يعيشون الشرك والإلحاد وهنا يأتي دوره كداعية إلى الله فقد أوحى الله إليه وحي إلهام لم يكن وحي نبوة إما أن تعذب هؤلاء بالقتل لكفرهم وإما أن تسلك معهم طريق الوعظ والإرشاد وتنتظرهم حتى يدخل الإيمان قلوبهم وهذا هو اتخاذ الحسنى بيانوا أن من ظلم فاستمر على الكفر وليس بعد الكفر ظلم بعد قيام الحجة فهؤلاء سيعذبهم بالقتل أو غيره وأما عندما يرجعون إلى الله فإن الله سيعذبهم عذابا شديدا في النار أما من استجاب لداعي الله وآمن وعمل الأعمال الصالحة فهذا سوف يعطيه الله الجنة وهي الحسنى أو يجزى جزاء فعلته الحسنى ولا نكلفه بشيء شاق صعب عليه أو متعسر بل نأمره بما فيه يسر هذه بداية رحلته إلى الشرق فقد سلك الطريقة وهو اتباع السبب المؤدي إلى الشرق سارد القرنين شرقا حتى وصل إلى حيث مطلع الشمس وهناك وصل إلى قوم عرات ليس لهم بيوت يسكنونها فإذا طلعت الشمس تطلع عليهم وتمسهم بدون حجاب أو حاجز يبدو أنهم قوم بدائيون لا يحملون وعيا ولا ثقافة ولا تمدنا كما قصصنا عليك خبر ذي القرنين هو كذلك كما قصصناه وقد عرفنا ما عنده من جنود وعتاد وما كان له من فتوحات وصدامات هذه رحلة ذي القرنين الثالثة بعد المشرق والمغرب حيث سار إلى بلاد بعيدة بين المشرق والمغرب ووصل إلى بلاد بين جبلين عظيمين شكل كل واحد منهما سدا فأصبحا سدين وهناك وجد قوما لا يفهمون لغته ولا لغة غيره فهم بدائيون ولكنهم عندما وجدوا ذا القرنين ورأوه وما عنده من قوة وسلطان هؤلاء قوم مستضعفون حيث هناك قبيلتان يأجوج ومأجوج يغيرون عليهم ويقتلون منهم ويدمرون ويفسدون في الأرض فعرضوا عليه أن يجعلوا له جعلا ويعطوه ثمنا على أن يجعل بينهم وبين هؤلاء القوم سدا وحاجزا يمنعهم من غزوهم ويدرأ عنهم فسادهم استجاب ذو القرنين لطلبهم بإقامة سد يمنعهم عن فساد يأجوج ومأجوج ولكن بدون مقابل فإن الله أعطاه خيرا مما يبذلون له ثم طلب منهم أن يساعدوه بما يملكون من قوة سواء كانت بدنية أو مادية حتى يمنع شر يأجوج ومأجوج بإقامة حاجز لا يتخطونه طلب ذو القرنين أن يقدم له قطع الحديد فإنها إذا وضعت في البناء تماسك البناء حتى إذا تساوت الأجزاء بشكل هندسي رائع أمرهم أن ينفقوا بالمنافخ فاشتعلت النار حتى أصبح الحديد كالنار حرارة وحمرى وأصبح يتقبل الالتحام بعدها أخذ الفلزات المذابة وصبها عليه فأصبح قويا يمتنع عن الخرق كما منع من يريد التجاوز عنه أن يتجاوزه بيانوا أن يأجوج ومأجوج لا يقدرون على اجتيازه لعلوه كما أنهم تنع عليهم أن يثقبوه ويخرقوه لقوته وصلابته بعد أن أتمذ القرنين بناء السد وقف أمام هذه النعمة ليؤدي شكرها فاعترف أنه من الله رحمة ليرحم به الضعفاء الذين لا يقدرون على مواجهة الطغاة ولكن مهما كان قويا ومنيعا فإنه إذا جاء وعد الله بقيام القيامة أزاله الله وسواه بالأرض وما وعد به ربي هو حق ثابت واقع لا خلف فيه هذا مشهد من مشاهد يوم القيامة حينما يجمع الله الخلق فيأخذون بالتدافع كتدافع الموج من شدة الخوف والفزع أو أنهم لكثرتهم فإنهم كالمرج يغطي سطح الماء وعلى كل حال ينفخ في الصور هي النفخة الثانية والصور مثل القرن ينفخ فيه فيحيى الناس ويجمعون كلهم على صعيد واحد تبرز جهنم يوم القيامة في مشهد استعراضي أمام الكافرين وهذا عرض من نوع خاص يراد به إرهاب الكافرين وإلقاء الرعب في قلوبهم بيان للكافرين ومواصفاتهم وأن عيونهم لم تنفتح على آيات الله حتى يروا وجوده فيها وقدرته وعلمه وحكمته من خلالها كما أنهم عندما كانت تقرأ عليهم آيات الله يمنعون أسماعهم عن الاستماع إليها وتدبرها والتفكير فيها الاستفهام يراد به الإنكار والتوبيخ على ما ذهب إليه الكفار حينما اتخذوا غير الله ربا وعبدوه وظنوا أنه يدفع عنهم العذاب كلا إنا هيئنا جهنم للكافرين مقاما ينزلون بها ويقاسون حرها وإذا كانت النار نزلا والنزل ما يقدم للضيف أول نزوله فكيف يكونوا دخولهم النار وما بعد ذلك من عذاب قل لهم يا محمد هل نخبركم بأشد الناس خسارة عند الله فتضيع أعمالهم هؤلاء أخسروا الناس أعمالا لأن أعمالهم فاسدة لكفرهم أو لعدم إخلاصهم لله فيها وهم يذهبون إلى أن هذه الأعمال مقبولة مع أنها فاسدة باطلة إنهم قوم يجهلون حتى جهلهم فيظنون باطلهم حقا وفسادهم صلاحا هذه مواصفات الذين ضل سعيهم وفسدت أعمالهم وكانوا الأخسرين أعمالا إنهم الذين جحدوا بآيات الله الدالة على وجوده أو بآيات القرآن وما ورد فيها وكذلك كفروا بيوم القيامة وهؤلاء بطلت أعمالهم وبالتالي لا ثواب لهم وسقطوا بذلك من عين الله يوم القيامة ولم يعد لهم مكانة عنده أو لأنهم إذا سقطت أعمالهم فلا تنصب لهم موازين لإفلاسهم وخلوهم من الأعمال الصالحة أعمالهم دفعت بهم إلى النار كفرهم بالله والاستهزاء بآيات الله ورسله وراء دخولهم النار اختلفت العقائد والأعمال فاختلفت النتائج فالذين آمنوا بالله ورسله وكتبه وعملوا الصالحات كانت لهم أعالي الجنة وأحسن المواقع فيها الفردوس ضيافة لهم كما يكرم النزيل أنهم خالدون في الجنة لا يريدون الخروج منها أبدا ولا التحول عنها إلى غيرها لما فيها من الأنس والراحة والنعيم قل يا محمد لمن يسمع لو كان البحر جنسه وليس بحرا معينا حبرا تكتب به كلمات رب المعبرة عن علمه لنفد البحر وجف بما فيه من مداد ثم لو أضفنا إليه مثله من البحار جنسا ووصفا لجفت البحار ولم تفي بإحصاء علم الله والآية واردة موردة أنه لا يمكن الإحاطة بعلم الله والعجز حليف من يطلب ذلك وعبر عن علمه لكلمات ربي لأن الأشياء والمعانية تبرز بالكلمات هذا رد على الذين يزعمون أن الأنبياء يجب أن يكون من نوع آخر ملائكة قل لهم يا محمد أنا بشر مثلكم وإنما الفارق أن الله اختارني لكلامه وأوحى إليه ثم بين أهم ما أوحاه إليه أنما إلهكم إله واحد فالله إله واحد لا إله سواه وتنحصر الألوهية فيه وحده ومن كان يؤمن بأن هناك حسابا من قبل الله وأنه لا بد من الوقوف بين يديه للحساب فليعمل عملا صالحا والعمل الصالح القيام بما أمر الله ونهى ولتكن عبادته خالصة لوجه الله دون شريك